السلام عليكم يا احلى متتبعين ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطباق وصفاتي اليوم ان شاء الله جبت لكم فطائر ديال الطحنة ديال الطماطم ولا الطحنة ديال مطيشة فطائر اللي ساهلين وسريعين فتح دير ديالهم غنحضرهم ان شاء الله بدون حليب كذلك غنحضرهم بدون زبدة بصراحة بالنسبة لها الفطائر هادوفهم كي يجيوا لدادين لدادين بزاف انا اكيدة اللي جربتهم غتبقاوا دائما تحضرهم وفنفس الوقت فرا كل شي غيسوي لكم عليهم وكما تعودنا قبل ما ندوز الوصفة بنصر صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اذا بخليكم مع المقادر وكيفية تحضير بسم الله على بركة الله كمكونات ديال وصفة ديالي ان شاء الله غنحتاجوا فيها خمسة ديال كؤوس ديال دقيق اللي هي خمسمائة جرام كما كان ذكر لكم دائما بالنسبة الناس اللي عندهم الميزان دقيق ديالي للكم مزنوه لما اكتشك توفروا للميزان دقيق غرب له الكؤوس عمرهم غير بالملعقة كذلك هنا غنحتاج ملعقة كبيرة ديال خميرة الخفز ولا الخميرة الفورية وغنعجنوا ان شاء الله العجين ديالنا بالمال اللي يكون دافي اول حاجة كنضيفوك شوية ديال المعلة الخميرة وكنخليوها على جنب الدوب وكنضيروك واحد الحفيرة في الوساط وغنضفيها ملعقة صغيرة ديال مي الحلم لحكا تبقى على حساب الدوقة كذلك واحد الكيس ديال سكر بانيلا ولا النكهة دلغاني يعني لتنكيهم كلكم ديروا اي نكهة تفضلوها كيبح القطر ديال الحماض والديال برتقالة ووجود ديال ملعق كبار ديال العسل عسل عادي ديال السكر اللي كنديرو بها الشباكية إلا ما كنتوش كتوفروا على العسل يمكنكم استبدلوها ثلاثة ديال ملعق كبار ديال السكر والحلوة كتبقى حساب الدوقة كذلك هنضيف اربع كاس ديال زيت نباتي اللي هي سبعة وثلاثين ميلي لتر وملعقة كبيرة ديال الخل بيضة واحدة وغنضيفو ذاك الخميرة اللي كتكون دابت في حالة شكل كنحاولوها كيال الخاميرة ديال خوز ما ندمجوهاش مع المكونات اللي ضيفنا لأن الزيت ما كيخليش هكيال الخميرة تفاعل حتى كندمجو المكونات كاملين وعاد كنخلطوه الكل مع الخاميرة وكنبدو نضيفو الماء غير بشوية بشوية في حالة شكل حتى كنحصلوها كيال لوح العجينة اللي كتكون رضبة يعني ماشي خفيفة بزافة وفي نفس الوقت يعني القاوم ديالها ماشي تقيل فهذه المرحلة هاديرا ما كندلكوهاش كنحاولوها كيال غير ندمجوه المكونات مزيان باش من كيبقى الناش كيالدقيق باين وهذه هي العجينة ديالنا كيما كتلاحظوه معين ما كتبقاش تلتسقلنا في اليادي بحالة شكل مني كنقصو فيها كنلقوها عجينة رطي طبع بحالة شكل بالنسبة لكمية ديال الماء يعني كاس ديال الماء تقريبا بقاليب النواكية واحد اربعة كاس اللي مهم يعجينا خصها تكون رطي طبع هنا العجينة ديالي غنقصوها على ثلاثة بحالة شكل المهم بالنسبة لهاد الكويرا اللي كتكون كبيرة كندهنوا شوية ديال الزيت وكنخليوها ع الجانب وهذه اللي كتكون صغيرة كنضيف لها واحد ملعقة كبيرة ديال الكاكاو الكاكاو المورم الأفضل ديروه كيش نوعية زوينة باش تجيكم الماء ضعق وماشي غير اللون كي ما كان ذكر لكم وكندمجو الجينا ديالنا مزيان حتى كنحصلو على هاد الوين هدايا وكندهنو احتياب زيت نباتي وكنخليو الجينا ديالنا تختامر فالمرحلة هادي غنضوز نحضر معكم واحدة الكريمة الاقتصادية وفي نص الوقت كتجي لدي ده غنحتاجو فيها نصيطر ديال الحليب واربعة ديال الملاعق كبار ديال السكر والحلاوة كتبقى على حساب الضوء لكنا سعزيز عليكم الحلاوة بزافة يمكن لكم ديرو احتى الخمسة ولا ستا ديال ملاعق فأنا ما كان بغيش اكين ديال اشيء احلوين بزاف كذلك هنيا غنحتاج لدقيق غنحتاج ثلاثة ديال ملاعق كبار ديال الدقيق يكونوا عامرين مشكل جيد بحال هالشكل وواحد العلبة ديال فلان ولا البودينج اللي كتخلط مع نصيطر ديال حليب بالنسبة لهذا الفلو هدا فهو بيضون سكر في حالة كي يدرتو الفلو اللي كيكون فيه السكر حوله وكيطرعيه وعلي الكمية ديال السكر اللي يضفتوه في الاول وكنخلطو المكونات ديالنا مزيان وكنصفي والخاليط ديالنا كيفشي مصفات باش كنتأكدو بني الخاليط مبقاش فيه تاكاتولات وده ما شاء الله غنوضعو الاناء ديالنا على النار حتى كنحركوه مزيان وعاد كنوضعوه على الشوعلة بشكل ما كيتكتلش معنا وكنستمرو في التحريك حتى كيعقد معنا الخاليط المهم بالنسبة للناس اللي ما بغوش كي يدير الفلو ولا البودينج يمكن لكم استبدلوها كياب علبة ديال الياغورت بلنك ها ديال الفاني حتى هي بصراحة كجلدة بزاف يعني اللي متوفاري لابغيتوا كي يدير الفلو ولا تديرو علبة ديال الياغورت هنا الكريمة ديالنا بعد ما كدده كي يديرنا الفقاعات وكتماسك كنديرو اكيف شزليفة وكنغطيوها بوحي القطعة ديال البلاستيك اللي كتلامس السطح ديال الكريمة باش ما ادرناش اكيال القشرة وكنديروها كيف تلاجو وكنخليوها تبريد هنا العجينة ديالنا كتكون اختام رس كنقسمو العجينة ديالنا الارباطاشر كويرات لبنسبة العجينة البيضة ولا العجينة ديال الكاكاو بحلال شكل وكنغطيوها كيبوح القطعة ديال البلاستيك ومباشرة غندوزو باش نشكلوها غري ايه كنغطيوها باش كتنشفش معانا العجينة هنا كنجيوه ذاك الكويرات اللي كيكونوا بيضة نكون بسطوم شي شوية وكنديرو في وسطا بدك العجينة ديال الكاكاو بحلال شكل انا هنا كنخدم غير ثلاثة ديال الكويرات حتى كنشكلم عاد كنرجع نخدم الكيمية المتبقية باش كيالعجينة ما ترتاحش معاكم بزاف لانها العجينة هادي كتتخدم قبلها ما ترتاح باش اكي يتساعدكم كنجيوه كوح شوية ديال الدقيق وكنصرحو القطعة ديال العجين يعني دائما كنساعدوها كيال بالدقيق باش ما تلتقش معاكم العجينة وكنحاولو نقضوها وهذا هو السنك ديال القطعة كيما كتلاحظو معاي كنتنيوها كيال وحطريف ديال العجين وكنقسموها على جوج وكل جوج كنقسموه على ثلاثة يعني في الاخر كنحصلوه على ستا ديال اشريطة وكنلووهم بحلال شكل يعني كل طريف كنلووه جوج ديال اللويات بحلال شكل واحد جوج وكنحاولو كنتبته مع صباح ديال العمل فطريقة سهلة وبسيطة كيما كتلاحظو معاي كل قطعة كنلووها جوج ديال المرات وفي الاخر كنتنيو علي هادا كل قطعة ديال العجين بحلال شكل وكنحاولو نتبتو العجينة ديالنا مزيان من الاسفل باشا كيالقطاع كيبقوا محافظين بالشكل ديال ابنك يطيبوه وهدي هي الحبة بنص طريقة غرجة وانحضر معكم قطعة اخرى دائما كنسرحوا القطعة ديال العجينة وكنقطعوها على ستا ديال اشريطة بحلال شكل وكنلفوها فالطريقة راسه لو كتحصلوها كيعة لفطائر اللي كيجيكيش كيال ديال المميز المهم بالنسبة لعجين ديالنا كنغطيوه بحلال قطعة ديال بلاستيك وكنخلي واحدة اختامر واضضعب الحجم دياله وكندهنوه بصفر ديال الضائض مع شوية ديال الخال وكندخلوه الفرار اللي كيكون عنا مسخن من قبل كنحطوه في الجيال الفقانية بحيط كتكون نار ملتحت على شو علالي كتكون مهيلة حتى كيتحمر معنا بجيها ديال اسفال وكنها بطوه يدهاب فهد المرحلة هدي الكريمة ديالنا كتكون بردت لتذكر فقط بالنسبة لها الكريمة هدي من الافضل تياني تحضروها من قبل قبل ما تعجنوا لجينا بشكي منيك الطيب والفطائر ديالكم كتكون الكريمة جاهزة فأنا غير في المونتاج حاطيتها هنا يا أمانيا حضرتها من قبل فهد المرحلة هدي غنحتاجولها الطحانة ديال مطيشة ولا الطحانة ديال الطماطم اللي كيكون عندها هي ثلاثة ديال الشفرة الطحانة يدوية المهم احنا يا غنستخدمو داك الشفرة اللي كتكون رقيقة يعني اللي كيكونو التقوب ديالها رقيقين ولا صغيرين بحالة شكل كنجيوها كيش زليفة وكنحطوه في داك الطحانة ديالنا وكنبدو نطحنو في الكريمة ديالنا بحالة شكل فبصراحة بالنسبة لها الطريقة هدي فهي عملية يعني خصوصا بالنسبة الناس اللي ما كيتوفروش كيلا اضطرة بالكهربائي ولا اضطرة باليادوي يعني بزاف ديالناس كيما كان عارفو ما كيتوفروش يعني على الأدوات ديال المطبخ كاملين اللي كتعنكم هات الطحانة ديال ما تيشاف صراحة فهي عندها عدة استعمالات خصوصا كي بالنسبة الاشياء اللي كانت طحنوه ما كيبحى الكريمة ولا الفول السوداني اللي هو الكوكا وبش تهنمشوه يعني الضغية كتخدمو بيها وحتى الكريمة ديالنا كتخرجها كيليس والقوام ديالك كريمي يعني ما تخرج فيها لاحو بيبات لوالو كيما كتلاحظو معاي فطريقة ناجحة مئة بالمئة المهم هنا الكريمة ديالنا كننكهة بواحد الكيس ديال الفاني فانا كنبغيكين ديال الفاني حتى للمرحلة الاخيرة باش كتبقى محافظة على النكهة ديال الفاني القوية الفطائر ديالنا بعد ما كنخرجوهم الفران كنغطيوهم وكنخليوهم حتى يرتاحو شو شوية ولكن نخفض الحرارة دياليا كندهن بشوية ديال نباج كمي يمكن لكم دهنو ماكا بشوية ديال كوفيتير اللي هو المربا وكنزينوهم بلا كنعمروهم بذك الكريمة بصراحة بنصبر هالكريمة هادي فهي كتجي لديده بزاف كريمة اقتصادية وفي نفس الوقت يعني كتغطيناك واحد الكمياء كتيرة وفي الاخير كالقطاع اللي زينتو ماكا بشوية ديال كاكاو والتزين كيبقى على حساب الدوق ديالكم وهدو ملفطة ارضينا كيما كتلاحظو معاي ارساة اهلين واقتصاديين ممكن لكم ماكا تحضرهم الفطور ديال الصباح ولا القوتي تكلوهم انتم وولداتكم الصحة والراحة اضبق لي الا نودعكم اتلقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع السلامة